ازايكو عاملين اي يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الوصفة للطحفة دي حمام الكذاب محشي رز بالكباد والاوانس والمكسرات ده بيكون عبارة عن وراك فراخ مخلية من العدم ومحشية طبعا الحشوة اللي احنا عايزينها مفروم رز بالكباد والاوانس يعني اي حاجة انت عايزينها دول بصلتين يعنيهم ملح وفلفل مفرومين نعم جدا وربع كباد واوانس يعني انا كان عندي كيلو بس اخدت منهم الثلاث كباد وثلاث اوانس بالزبط ملح وفلفل اسمر وشطة وبابريكة وارفة وجسط التيب وخمس وراك بس الاسف انا معرفتش تصور يعني خمس وراك مخليين ومتابلين من قبلها بيوم بمية بصل وملح وفلفل وبابريكة بس هنا اقول حاجة حطينا سامنة في الحلة ونقطة زيت وهنشوح البصل ده عشان نعمل الخلطة اللي هنحشي بيها البصل مفروم ناعم جدا وانا حط عليه ارنفلفل ارنفلفل يعني رومي او حمي حسب ما انتو عايزين لو عايزين تقطعوه اوكي برضو مش لازم يكون مفروم بس انا طبعا فرمته لان ولادي لو شافوه متقطع بيطلعوه من الحاجة يعني بحب افرومه مع اي حاجة كده عشان ما يكونش باين وزودت هنا شطة هنستنى بس البصل يبدأ ياخد لون يتفر شوية بعدين هننزل الكبد والاوانس على طول طبعا الكمية اللي احنا عاوزينها ممكن يتحشى كبد واوانس بس ومكسرات ممكن يتحشى رز ولحم مفرومه ممكن لحم مفرومه بس مع الصاجة اني حسب طبعا كل واحد حسب زوءه في الاكل والحشوة اللي احنا عايزينها يعني طبعا انا عشان الاوانس بتاخد سوى اكتر من الكبده وانا مش سلقاهم ولا اي حاجة امتبلاهم بس برضو بمية بصل وملح وفلفل زي الفراخ فهغطي عليها وهخليها على نار متوسطها عشان ما تنزلش مياه هنا مجرد بس مع البخار سواهم شوية هبدأ اقلبهم تقليبة كده احط عليهم البهارات على طول عشان ياخدهم من طعم بعض طبعا هنا لازم تتفوق عليهم الارفة لازم تبقى زي ده شوية عشان الرز ده لازم طبعا عليه ارفة وجزد التيب وممكن بهارات لحمة برضو سبع بهارات حطاهم دول كبايتين رز بالزبط مخصولين ومتصفين كويس تحطيتهم عليهم بس لما بدأوا يدخلوا في السوا يعني الكباد والعونز اقلبهم كويس جدا نفس فاكرة الرز بتاع الحمام يعني بتاع حشو الحمام ومش هحط بقى مية كتير للرز يعني لو كبايتين هحط تقريبا نص كبايت مية بس عشان انا مش عايزة يستوي سوا كامل انا عايزة نصوا سوا بس وهزود ارفة وهزود شطة وهزود سبع بهارات او بهارات لحمة مشكلة هقلبهم كويس مع بعض طبعا انا حط الملح من الاول لو محتاج ملح هنزود عادي وهنسوي نفس طريقة الروز العادي خالص هنوطي عليه ونغطيه بس مش هستوي سوا كامل يعني هنسيبه من عشر دقايق لربع ساعة بكتير هنا الرز يعني يستوي نص سوا كنت محمرة مكسرات لوز وبندو قلبتهم معي كده وهنا هبدأ افتح الفراخ ده بيكون شكله وهبدأ احشي كده وادخل في الجزء اللي هو اللي عنديه عدمية الدبوس هدخل الرز فيه كويس جدا انها الخطوة دي اللي بتدينا شكل الحمام في الاخر الفراخ لازم تتغازها الكويس طبعا قبل ما نعمل فيها اي حاجة بخسلها بخله ملح دايما بنقاهم شوية وبعد كده بشتفهم كويس ونتبلاهم بمية بصل بص مية بصل طيب وملح وفلفل وبابريكا بس يوم كامل وهنا لفتهم بس كده سهل جدا يعني مجرد ما بنحط الرز بندخل يعني جزء كده على الجزء التاني بنحط الرز كده وبندخل بنضغط عليه كويس الجزء اللي فوق وما نخافش ان هو يعجن وما نخافش ان هو يعجن يعني لان هو مستوي نص سوى بس فمجرد ما هيتحط في المية دلوقتي هيستوي هيكمل سوية يعني هيبقى كويس مش هيبقى معجن نلف كويس جدا مهم يتلف اهم حاجة اللف بس عشان ناخد شكل مش اكتر يعني عشان ما يتفتحش والرز يقامل هنا بعد ما اعملنا الحمام كله ولفنا كويس طبعا مش كويس قوي بس دلوقتي هنلفه باحكام اكتر هنجيب هناخد قطعة كده على قد الحمام الكتاب يعني على قد الورك الواحد وهنحطه كده المهم بقى هنا نقفله كويس جدا ونضغط عليه كده باحكام يعني ونقفله كويس وبعدين نعمله زي رول كده نقفله كويس جدا من ناحيتين كده عشان ما يتفتحش في المية اللي هنسلقه فيها دلوقتي وهنقرر الموضوع ده معاهم كلهم هناخد قطعة ثانية برضو هنحط واحدة ونقفله كويس برضو بالجلد بتاعها كده ممكن طبعا في الحكتة دي ممكن يتخيط ممكن في بي خيطه زي الحمام في ممكن يتعمل بالخلة الاسنان يتقفل بخلة الاسنان طبعا عادي مهم ان هو ما ياخد شكل كويس وما يتفتحش بس في المية هنا هنقفله برضو كويس زي زي البمبوني كده نقفله من الناحيتين كويس عشان ندمن ان المية ما توصلوش جروح وطبعا هيستويعي وبعدين هنقطع ورق فويل كده برضو اجزاء صغيرة ونلفه بعد كده نلفه كويس جدا عشان ندمن لو الفويل مفتوح ممكن يوصل له مية فندمن كويس ان هو الفويل مقفول كويس والستريتش يكون مقفول كويس طبعا احنا ممكن نلفه في فويل على طول بس طبعا هيبقى سهل ان هو يتفتح وطبعا السبب الرئيس ان الفويل يعني مش 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 امان ان احنا نطبخ فيه يعني وفي درجة غليان وحاجات كده طبعا خطر يعني لكن اضمن حاجة احنا نعمل الاول البلاستيك وبعدين نعمل في الفويل وهنا كنت مجهزة مية بتغلي وورق لوري وحبهان ومستكل هننزل حميم كداب فيه بالزبط ونص ساعة مش اكتر من كده يعني الاوريك نفسها متوسطة لو ووريك كبيرة اكبر من اللي انا عملتها ممكن يعني نص ساعة وخمس دقيق مش اكتر من كده او ساعة لتلت بكتر جدا مش هيكمل ساعة لتلت وهيكون مستوي وهيكون بشكل طحفة كده نستنى عليه يهدى شوية وبعدين نشيل الفويل وبعدين نشيل الستريتش ده سناسبته يبرد زيادة عن لازم فعشان كده الستريتش بيلزق عليه لكن لو هو سخن بيتشال على طول بسهولة هنا شكله حلو جدا ومحافظ على شكله هنا زي بيتشال بسهولة على طول يعني هو هتلاقيه على طول بيتفكته بسهولة مش مش متعب خالص يعني وسهل ولزيز وحلو او يبلد وخفيف وطعمه بيبقى تحفظ ده هنا فكتهم كلهم بعدين اه اه ابدأ احطهم بقى صنية عشان ادخلهم من الفرن اه الصنية المفروض تكون مدهونة زيت زيت مش سمنة عشان السمنة ممكن تخليه يلزق تكون مدهونة زيت وممكن يدهنوا كتشب انا دهنتوا بربكيو لان بنحبه اكتر من كتشب يعني ممكن يدهن كتشب ممكن يدهن سلسة وزيت ولمون ممكن مسترده ممكن اه يعني حسب زوقنا حسب احنا بنحب ايه بس بجد الكتشب هتشوفوا لونه بيبقى تحفظ يعني حتى الفراخ العادية لما دخلها الفرن انا بحب دهنة كتشب او مزيج من الصلسة والزيت ولمون وملح وفلفلين اه دهنة كويس جدا عشان كل ما بندهنة كويس كل ما بتكن تتلونت من كل النواحي انا اخترت البربكيو عشان فيه طعم الاسموك شوية يكون طعمه زي ما شوي كده او مدخن شوية فبيكن اه مش عارفة بحبه اكتر من كتشب يعني طبعا لو محدش لو فيه حد ما بيحبش البربكيو ممكن يحط كتشب عادي جدا بنشيل اي رز بقى عشان ما يلزقش في العصانية وهنا زودت الزيت عشان انا نسيتها دهنة من الاول هنحط بس المسحة بسيطة كده وهو مش هيلزق يعني هتنسيشوا اللايك طبعا والسبسكرايب في القناة لو اول مرة تشوفوني هنفتح الشوية بس مش هنفتح الفرن طبعا ما تخافش ان هو يلزق يعني دخلت الفرن عشر دقيقي ربع ساعة تلعب المنزر للطحفة الخطير ده وجد شكله طحفة وطعمه حلو جدا انجربو ان شاء الله هيعجبكو جدا جدا بجد ومستوي من جوة طحفة والرز بسو حلو قوي ومش معجن ولا اي حاجة وطبعا باقي الرز بينزود عليه مية وبيستوي خالق كويس جدا اتمنى تجربوها واشوفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة